موسيقى بخطابات متوازنة تتقاطع في الكثير من الأحيان في محاورها وأهدافها اختتم المترشحون لرئاسيات السابع سبتمبر الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية فمن أجل جزائر منتصرة أو لرؤية جديدة لخدمة البلاد وحتى لافتكاك فرصة لقيادة الجزائر في المرحلة المقبلة اجتمع المترشحون الثلاثة حول خدمة الجزائر والمواطن في شتى المجالات خاصة الاقتصادية منها الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية شهد نشاطا معتبرا للمترشحين وداعميهم وفي الوقت الذي اكتذت به القاعات والساحات بالجماهير فضل المترشحون في بعض الأحيان الخرجات الميدانية والعمل الجوارية للتقرب أكثر من المواطن والإنصات بإمعان لانشغالاته وفي ظل الوضع الجيوسياسي الدولي والإقليمي لم تغب عن الحملة الانتخابية أفكار الدفاع عن ثوابت الهوية وسيادة التراب الوطني وتفعيل الدبلوماسية في الخارج والاهتمام بانشغالات المواطنين فكانت فرصة للتذكير بضرورة التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم السابع سبتمبر وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن الحملة الانتخابية الافتراضية وجدت نفس القدر من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكانت مساحة لتقديم الوعود وتفصيل البرامج والمقترحات أسبوع من الحملة قضى وآخر يستهله المترشحون في طريق إقناع الناخبين بجملة من الوعود والالتزامات اجتماعية في طابعها واقتصادية حملة بدت متزنة الخطابات ركز فيها كل مرشح على أهدافه وبرامجه ووعوده والتزاماته اشتركوا في القناة